فيه اتحاد اسمه اتحاد علماء المسلمين طلع بيان النهاردة وقال انه ما يجري في تونس الان من تطورات سياسية اعتبرها المجلس ان ده اعتداء على العقد الاجتماعي الذي تم بارادة الشعب التونسي وده حرام شرعا وافتل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بيان بحرمة الاعتداء على العقد الاجتماعي بين الشعب والسلطة الذي ينظم العلاقة بين الرئاسة ومجلس النواب ورئاسة الوزراء انا بسأل اتحاد علماء المسلمين وانتو بجد علماء يعني اتحاد علماء المسلمين دول اتحاد والله لا يرقى الاتحاد علماء الفتى وعلماء علماء ليس لهم علاقة بشرع او دين او فتوى مجموعة من المرتزقة مجموعة من الاواجيز الفرح عملوا اتحاد كان مسكو القردهوي قبل كده وبيتكلم بيقول انه الاعتداء على العقد الاجتماعي حرام شرعا فاي حديث دي هتهايلي كده نفسي بس حديث دي يجيبلي حديث يقوللي العقد الاجتماعي كده في حديث معين او يجيبلي كلمة الدستور في حديث عايز حدي بس يجيبليك اي قرآنية بتكلم على انه الاعتداء على العقد الاجتماعي ده بين الشعب والسلطة في شعب والسلطة في الشرع انا بس باسأل يعني بجد يعني هل الدين الاسلامي ولا اي دين سماوي جاب نظام الحكم وقال عليه انه المفروض يبقى كذا وكذا وكذا يعني انتم صدقين نفسكم حرام شرعا مين اللي يحرم ومين اللي يحلل يعني انا معلوماتي كرجل مسلم وعندي وعي بديني انه كل المعاملات حلال الا ما ورد بنص وكل العبادات حرام الا ما ورد بنص دي قاعدة فقهية معروفة ادي ما اوي يعني اعمل كل اللي انا عايزه كل اللي انا عايزه رئاسة نظام برلماني نظام توريث كله موجود وبالمناسبة يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات لم يختر احد ليه خلافته لانه هو كان نبي وصل الرسالة خلصة القصة بعد كده كانت امور اخرى اختاروا ابو بكر في صقيفة بني ساعدة بعد مناقشات وجدل وبعدين ابو بكر اختار عمر مباشرة ادي نظام و ادي نظام وبعدين عمر اختار ستة ادي نظام ثالث وبعدين اختاروا عملية تحكيم وغيره وبعدين بعد كده كان فيه توريس يبقى كله حلال والنبي صلى الله عليه وسلم جاء لهم مرة انتم ادرى بشؤون دنياكم ليس لها علاقة بالدين وليس لها علاقة بالشر وليس هناك مجالا للحل او التحليل والتحريم فيش مجال لكن اتحاد علماء الفتة والموزة دول اعتقد انه عيب انه هم يربطوا الدين بهذه الامور المتغيرة التي هي من صميم امور الدنيا التي يراها الناس تحقق مصالحها